خبز الموفى ويلا نبدأ وليعمل خبز الموفى بنحتاج ثلاثة أكواب ونصف دقيق أسمر ملعقة طعام خميرة فورية إذا كان الجو بارد أما إذا كان الجو حار ملعقة صغيرة بس ملعقتين طعام حليب بودرة رشة حبة سوداء وملعقة صغيرة ملح نخلط المكونات الجافة تمام وبعدين بنظيف ملعقتين طعام عسل أصلي ممكن تحطوا ملعقتين دبس التمر أو ست حبات تمر رطب من قوعين بماء حار وهنا معي اثنين ملعق طعام زي السمسم بحط ملعقة والملعقة الثانية بقلب فيها العجيل وبعدين بنحط كوب ماء والكوب الثاني بنظيفه بالتدريج وبنخلط تمام بالإسبتولة وبعدين بنعجن باليد حتى تصير معانا عجينة ملتمة وبعد ما لتمت العجين بنخلي العجينة ترتاح مدة خمس دقائق وبعد ما رتاحت العجينة بنحط الملعقة الثانية من مقدار الزيت وبناجن العجينة تمام حتى تصير طرية أكثر ولما نخلص عجين بنخلي العجينة ترتاح مدة نصف ساعة وبعد مرور نصف ساعة خملت العجين بناخذها لسطح العمل والمتبقي من الكوب الثاني من الماء ربع كوب المقدار المستخدم من الماء كوبين إلا ربع بنحط العجينة على سطح العمل وبنفرغها من الهواء تماما وبعدا بنقسمها إلى أربع كرات متساوية لأن بسويهم أربع حبات خبز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وبعدا بندهن صحن الفرن وبعدا بندهن صحن الفرن وبعدا بنفرد الكرات باليد للسمك الموضح وبعدا بنخلصنا فرد الكرات بنجهز خلطة دهن الخبز بنحتاج ربع كوب حليب ورشة نسكة فيه بنخلطهم تمام وبعدا بندهن فيهم الخبز وبعدا بنخلص دهن الخبز بنرشه بالحبة السوداء وبنخليه يخمر مدة عشر دقائق فقط على بالما نسخن الفرن وبعد مرور العشرة دقائق بنحط صحن الفرن في فرن الساخن مسبقا على درجة حرارة مئة وثمانين من تحت لمدة عشر دقائق فقط وبعدا بنشغل الفوق وبنخليها حتى يستوي الخبز مع المراقبة وقت الخبز بالكامل حوالي عشرين دقيقة وبعد ما استوي الخبز بندهن وجه الخبز بزيت السمسم أو زيت الزيتون عشان اللمعة والنكهة وبعدا بنخلي الخبز حتى يبرد تماما ما شاء الله الخبز طري حش خفيف وطعمه مرر لذيذ وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر التنبيهات عشان يوصلكم كل إشعارات فيديوهاتي وكمان شاركوا الفيديو مع أصدقائكم في أمان الله